كثيرة في الفترة الاخيرة كثرة الحديث عن متلازمة ما بعد الشفاء من فيروس كرونة الامر يخض ولا لأ؟ الامر حاجة خاصة بالفيروس ولا شفناها قبل كده في الفيروسات؟ ايه هو السبب من هذا الامر؟ تعال بنا نشوف هابدأ الاجابات من اخر سؤال سألته ايه هو السبب؟ هل السبب فعلا الفيروس ولا حاجة تانية؟ لسبب ما لديه علاقة بالفيروس خالص لسبب ليه علاقة وطيدة واصلة اصيل بعمل جهاز المناعة تجاه هذا الفيروس فبعض الناس جهاز المناعة عندهم بيخطأ خطأ بطريقة ما بيؤدي الى بعض الاعراض نجاوب على السؤال اللي بعده طب ايه هي الاعراض؟ بعض الناس عانى من الام العظام ووهن العضلات الام المفاصل كل الامور دي بيتم اعادة تعديلها تماما ويختفي هذا العرض تماما في فترة من شهر لستة اسابيع بعض الحالات الاخرى عانت من الجلطات لكن الامر ما تقلقش ما تتخدش خالص بيتم تدرك هذا الامر الحاجة الاخيرة او شوفنا في بعض الحالات الاخرى بعض المرضى ما بعد الشفاء عانى من تلايف جزء من الرئى لكن اتطمن وما تقلقش بيتم التجديد في خلال الاسبوعين لستة اسابيع وبيتم الشفاء التام وبيتم اعادة انتاج وتجديد نسيج الرئى كامل وسالم الامر مش جديد وشوفناه قبل كده فيروسات كتيرة جدا الحصبة والجدير المائي والحصبة الالماني واخد بالك ان الامر محتاج لسه بحث كتير وتدارك تفاصيل عمل جهاز المناعة لان الامر ما لهش علاقة بالفيروس الامر له علاقة بعمل جهاز مناعة المتعافين تجاه هذا الفيروس بحكم ان الامر خاص بعمل جهاز المناعة فدعونا ندرسه بتفصيل وتمحص وبعناية ورعاية ووقت لان احنا شفنا في بعض الفيروسات السالفة الذكر بعض المتلازمات ما بعد الشفاء حصل بعد عشر سنين كاملة استنى ولسا الامر تحت القيد والبحث اتطمن وما تقلقش الامور كلها خير موسيقى 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 موسيقى